السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة في هذا الفيديو غادي نشرح للأخت الماكيتة في البيت كيفاش تقدري تخدمي في البيت والتقدري الدخلي مدخول ما شاء الله خصوصا في شهر رمضان المبارك وغادي نعطيكم مثال حي أنا عشته في أسبوع واحد وبالضبط الأسبوع الأخير متاع رمضان 2017 قدرت ندخل أكثر من 2000 دولار وبالجزائرية أكثر من 30 مليون فقط بالطلابيات غادي تشوفوا الطريقة الناجحة اللي استعملتها باش كان عندي عدد كبير متاع طلابيات الحلويات الخاصة بعيد الفطر وحتى ما قدرتش نأخذ كل الطلابيات اللي كانت تجيني وقبل ما نمر إلى الطريقة وكيفاش درت غادي نشرح لك بعض الناقاط المهمة اللي لازم تكون متوفرة عندك لازم تكون الحلويات اللي تصنعيها من النوعية الجيدة تنافس حلويات المحلات أو أحسن منها لازم تكون عندك الخفة في العمل حتى ولو كان مكانتش عندك تقدري تخدمي معاك أخت أخرى وتخلصيها النقطة الثالثة لازم المكونات اللي تستعمليهم يكونوا من النوعية الجيدة وديري حسابك من الزابون يستلم أو يتحصل على الطلابيين تاو الحلويات لازم تكون جديدة يعني ما لازمش يكون فات عليها أسبوع أو أكتر والنقطة الأخيرة والمهمة واللي ساعدتني كثيرا في هادا الطلابيات هي لا ليفغيزون يعني أنتي اللي غادي تقومي بتسليم الطلابيات للزبائن أنتي أو زوجك أو أخوك هادا النقطة مهمة وعلاش لأن الزابون ماذا بيها الطلابية جي حتى للبيت عوض هو اللي يروح يجيبها أو المكان اللي راكي فيه يجيه بعيد يروح يجيب الطلابية من عندها من بعد يقول لما نقومون ديش عليها الروح مكان آخر قريب ليه والشي اللي راني نحكي فيه هو عن تجربة والآن غادي نحكي لكم الطريقة اللي استعملتها باش كنت بهذا المشروع عملت منشور في صفحة انتاع الفيسبوك وقلت فيه غادي نعمل طلابيات العيد وقترحت عليهم علبة انتاع خمسين قطعة حلوة بستين دولار انا غادي نعطيكم الثامن بالدولار وانتوما قوموا بتحديده على حسب المنطقة اللي راكي فيها وغادي نعطيكم ايضا المثال بالدينار الجزائري في آخر الفيديو والحلوية اللي عملتهم في هذه العلبة صنعتهم باللوز لأن اللوز هنا في متناول الجامع وفي الجزائر استعمل الكوكو بطبيعة الحال لأنه أقل ثامن من اللوز وكما قلت لكم العلبة وضعت فيها خمسين قطعة لكن من أنواع مختلفة ووضعت عشر أنواع حلويات يعني خمس قطع ملكون نوع وتقدروا وضع فقط خمسين قطعة في علبة واحدة مع خمس أنواع حلويات وهنا غادي تتحصلوا على عشر قطع ملكون نوع يعني لكم الاختيار والحلويات اللي وضعتهم في العلبة غادي نتكرهم لكم من بعد وأيضا كنت بتحديد عدد العلبة حضرت ربعين علبة لو كانت تحسبوا ربعين علبة في ستين دولار للعلبة الواحدة سنتحصلوا على ألفين وربعمائة دولار بالضبط ومن حضرت ربعين علبة هذا لا يعني كان عندي ربعين كليون لا كان عندي بالتقليب واحد لعشرين زابون كاين اللي يطلب علبة واحدة كاين اللي يشراء علبتين كاين اللي يشراء ثلاثة وكاين اللي يطلب أربعة وكاين حتى اللي يطلب خمس علبة لزابون الواحد وكانوا يجوني طلابيات أخرى لكن ما قدرتش نأخذهم يعني ما قدرتش نحضر أكثر من ربعين علبة والآن غادي تشوفوا قائمة الحلويات اللي وضعتهم في العلبة لكن انتم تقدروا تغيروا هذا فقط اقتراح في كل علبة وضعت خمسة عرائش الثامن انتاحهم في المحلات هذاك العام يعني 2017 كان 2.5 دولار والحجم انتاحهم كان كبير وايضا كما تعرفوا الحلويات الجزائرية التي توبع هنا دائما الحجم انتاحها كبير وضعت ايضا خمس قطع بغلاوة الثامن انتاحهم في المحلات نفس الثامن 2.5 دولار وكما قلت لكم هذه الحلويات صنعتهم باللوز لكن صنعتهم بالكوكاو الثامن انتاحهم هادي يكون اقل من هذا النوع الثالث اللي وضعتها في العلبة خمسة زيريات وايضا خمسة انتاع ليكورني وهادو الحلويات على الثامن انتاحهم 2.5 دولار في المحلات وضعت ايضا خمسة تشارك العريان عندها نفس الثامن مثل الحلويات اللي تكرتها 2.5 دولار في المحلات وضعت ايضا خمس قطع مقروض محشي بالطمر ومقلي الثامن انتاعه كان 1.5 دولار للكطع الواحدة او 30 دولار للكيلو وضعت ايضا خمس قطع مقروض محشي بالطمر وضعت ايضا خمسة سابلي مهما كان شكله دائري او اوفال او مربع الثامن انتاعه 20 دولار للكيلو في المحلات وضعت ايضا خمس قطع مشوق الغير الصحيح في المحلات 20 دولار للكيلو وضعت خمس قطع بتيفول الثامن انتاعه في المحلات 20 دولار للكيلو يعني كما راكم تلاحظوا الصابلي والمشوق الغير الصحيح والبتيفول عندهم نفس الثامن اللي هو 20 دولار يعني تقدروا توزنوا هذه 15 قطعة وتشوفوا الوزن التاح الشعار انا كما وزنتهم لقيتهم بالتقريب 500 غرام يعني ارطل يعني هنايا غادي نحسبهم 10 دولار وغادي الآن نحسبوه الثامن انتاع العلبة بالسعر انتاع المحلات يعني الكليون وكان شراهد الحلويات في المحل شعار غادي تنقام له بالنسبة للحلويات اللي اذكرتهم كاين البغلاوة تشارك العريان العريش ديري يدز ولي كورني عندهم نفس الثامن اللي هو 2.5 دولار في العلبة اوضحت 25 قطعة قاع بيناتهم يعني حسبت 5 في 5 25 قطعة 25 قطعة في 2.5 دولار الثامن انتاحهم 62.5 دولار يعني فقط هادو 5 حلويات الثامن انتاحهم راها اكتر من الثامن انتاع العلبة اللي حددته من بعد زلت ليزاموندين ليزاموندين خمس قطعة بواحد فاسل خمس دولار للكطعة الواحدة وايضا المقروض خمس قطعة بواحد فاسل خمسة دولار للكطعة الواحدة يعني بناتهم كاين عشرة في واحد فاسل خمسة اللي هي 15 دولار بالنسبة للصابلي والمشوب بوكل بوتي فول كما قلت لكم عشرة دولار لو كان الان حسبوء الثامن الكلي سنجمعوه 62.5 دولار مع 15 دولار مع 10 دولار ستعطينا 87 دولار فاسل خمسة يعني لو كانت تشوفوا الكليون يشي يعدل محلات ستتلقام له 87 دولار وانا يبعتهم 60 دولار للعربة يعني راح رابح 27 دولار والان غادي نشرح لكم كيفاش نضمت الوقت باش حضرت جميع هاد الكميين تاع الحلويات يعني لازم نصنع ميتين قطعة من كل نوع يعني ميتين في عشرة تساوي ألفين قطعة حلوة لازم نصنعها وهاد الكميه حضرتها في أربعة أيام باش من بعدها من نسلم الطلابية تكون يكون الحلويات جدد ما يكونوا شاكك يقدموا لناشفين لكن أسبوع من قبل كنت محضرة اللوز محضرة العسل يعني حضرت كل المكويلات اللي نحتاجهم وشريت أيضا لكيسات والعولة بالنسبة للباقلاوة وجت ربعة كيلو لوز لصنع ميتين قطعة يعني صنعت ربعة بلاطو المكويلات اللي نحتاجهم 30x41 سنتيمتر وكل بلاطو أعطاني 63 قطعة بالنسبة للزيريات اللي كورني حضرت 6 كيلو لوز باش حضرت 200 قطعة زيريات و 200 قطعة اللي كورني بالنسبة للشارك العريان حضرت 2 كيلو لوز باش صنعت 200 قطعة حجم كبير بالنسبة للعريش باش ايضا 2 كيلو لوز باش حضرت 200 قطعة بالنسبة لفوم شووك حتاجيت 1.5 كيلو لوز بالنسبة لزاموندين حتاجيت 1.5 كيلو لوز وبالنسبة للمقروض باش نتحصلت على 200 قطعة استعملت 5 كيلو سميد والأسكوية الآخية اليوم الأول حضرت الحلويات الجافة والحلويات الجافة والاحلويات الجافة والاحلويات الجافة و العملية الجافة في كيسات وضعت في علبة كبيرة و أغلقت عليهم في اليوم التالي حضرت الباقلاوة والأجينة التي تبكت لها من الباقلاوة صنعت بها لزيريات و الكورني ثاني حضرت لهم لفينيسيا و التالي حضرت العريش وتشارك العريان حضرت فقط أثنين لأن العريش يدو الوقت في التشكيل وأيضا في القلاساج والتزيين وأيضا حضرتهم مع بعض لأن لديهم نفس الحشو وفي اليوم الرابع حضرت المقروض يعني في اليوم الرابع قليته فقط كوجدته ليلة من قبل ومن بعد في اليوم الرابع قمت بقليه وعسلته أيضا في اليوم الرابع يعني عندك أربع أيام تبدلي مجهود كبير من بعد تريحي ولا ما قدرتيش ولا كان عندك بزاف طلابيات كما قلت لك تقدري تجيبي معك وحدات عاونك وتخلصيها من بعد في اليوم الخامس وضحتهم في الكيسات وفي العلب هذا في النهار من بعد في المساء قمت بتوزيع 20 علبة في نفس اليوم و20 علبة المتبقية قمت بتوزيعها في اليوم السادس والآن سوف نعطيكم 100 دينار الجزائري والأسعال سوف نعطيهم لكم أعطيتهم لي واحدة الحلواجية تصنع الحلوة في وهران طلبت منها لكي تعطي لي 8 تحات الحلوية لأنني لم أعطيش فكرة مليحة عليهم لكي نعطيهم لكم الآن بالضبط بالنسبة للعريش هي تبيحهم بين 80 حتى 90 دينار جزائري قلت لي على حساب التزيين وتشارك العريان تبيعه 80 دينار جزائري للكطعة الواحدة الباكلاوة 80 دينار جزائري أيضا الزيريات وليكوني أيضا نفس الثامن 80 دينار جزائري للكطعة الواحدة وهادو الكيطع راهم مصنوعين باللوز من بعد سوف نعطيكم الثامن إذا صنعتوهم بالكوكاو يعني في العربة الواحدة العريش سوف نوضع خمسة كيطع يعني 80 في خمسة وهي 400 دينار جزائري العريش وحدهم 400 دينار جزائري تشارك العريان عندها نفس الثامن أيضا 80 في خمسة الباكلاوة نفس الشيء والذيريات وليكوني يعني 400 دينار جزائري في خمسة ستتحصلوا على 2000 دينار جزائري فقط هادو خمس نواع خمس قطع في كل من كل نوع ستعطيكم 2000 دينار جزائري بالنسبة لزاموندين الاثامن اللوز 60 دينار جزائري للقطعة الواحدة يعني تضربوهم في خمسة ثلثمية دينار جزائري بالنسبة لذي صعب لي ثلثمية دينار جزائري للكيلو بالتقريب ستعطيكو وضع 5 صابلي و 5 بتيفورت ووزنهم و بعد تشوفو الـ 8 شعال بالنسبة لـ 600 دينار جزائري للكيلو و أعطتني 150 دينار جزائري بالنسبة للمقروض 8 انتاعه بالكيلو أيضا 700 دينار جزائري بالنسبة لـ 5 قطع سيطلح لكم بالتقليد 180 دينار جزائري بالنسبة للمشوبك تبيعها بالقطعة 50 دينار جزائري للكطعة الوحيدة بالنسبة لـ 5 قطع سيطلح لكم 250 دينار جزائري يمكننا الآن نديروا المجموع انتاعهم كامل في البلعلبة الواحدة سيطلح لـ 2000 دينار جزائري 8 العريش و تشارك العريان و الباقلاوة و الزيريات و الكورني 300 دينار جزائري لزاموندين 150 دينار جزائري الصابلي و البتيفور 180 دينار جزائري مقروض 250 دينار جزائري للمشوبك و هناك نتحصل على 2880 دينار جزائري للعلبة الواحدة المصنوعة باللوز الآن سيطلح الثامن إذا صنعتهم بالكوكاو بالنسبة للعريش إذا صنعتهم بالكوكاو بالتشارك العريان 60 دينار جزائري للقطعة الواحدة الباقلاوة و الزيريات و اللي كورني 60 دينار جزائري للقطعة الواحدة سوف نضع هذا 60 دينار جزائري يعني في العلبة الواحدة سوف نضع خمسة عريش 60 دينار جزائري سوف نتحصل على 300 دينار جزائري نفس الشيء بالنسبة للتشارك العريان والباقلاوة و الزيريات يعني 300 دينار جزائري تضربوهم في خمسة سوف نتحصل على 1500 دينار جزائري لهذا خمس أنواع حلويات بالنسبة لزاموندين 50 دينار جزائري مضروبة في خمسة سوف تحصل على 250 دينار جزائري لخمس قطع بالنسبة لصابري والبتفول والمقروض الثمن تحص لم تغييب لانا ما استعملنا للوز سوف يبقى 150 دينار جزائري بالنسبة لصابري والبتفول والمقروض 180 دينار جزائري فقط المشوك 40 دينار جزائري للقطعة الواحدة بالنسبة لخمس قطع 40 في 5 بالنسبة للمجموع الكل سيكون 1500 دينار جزائري تمنت على العريان والباقلوة والذيريات واللكورني بالكوكاو زائد 250 دينار جزائري لزاموندين بالكوكاو زائد 150 دينار جزائري بالنسبة لبتيفور والصابلي زائد 180 دينار جزائري بالنسبة للمقروض وتزيد له 200 دينار جزائري بالنسبة للمشوك بالكوكاو المجموع الكل سيطح لكم 2280 دينار جزائري العلبة بالكوكاو ستكون ناقصة 1600 دينار جزائري على المصنوعة باللوز وصلنا الى نهاية الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله يكون نعجبكم ولكن هناك تفاصيل ما تكرتها شو ننسيتها تقدروا تتركوا الاسئلة انتاعكم في التعاليق وان شاء الله نجاوب نجاوبكم اما بواسطة التعليق او ولا اضطريت نعمل فيديو خاص باش نجاوبكم على جميع الاسئلة انتاعكم غادي نقولكم مع السلامة والى الفيديو الجاي ان شاء الله